السلام عليكم اخوتي اخواتي كديرين بخير كدير من الاحوال مزيان قد نعجب لكم بيبوش طيب مزيان بطريقة سهلة وصحيف هذا البرد مزيان انتم كتشوفوا انك يجي رائع بساف وطيب بطريقة جيد سهلة اتمنى ان نعينا الاعجاب لكم انا هنا كنا اخد تقريبا هنا كيلو ومص ديال بيبوش شريتهم قبل الميومين يعني وخصلتو مزيان جر مرات وحطيتو في الشبكة وحطيت عديش حاجة تقيلة عكا عشي تبصيل وتحطو عديش حاجة تقيلة وتخلي واحتل العشية كيكون خرج شي حاجة من المصار ندينو باش تنقعو باش ما يجي ناش نزفر بزاف عاوثيني في العشية كنخصلو نخصلو مزيان عاوثيني كنديرو نفس طرقة كنحطو في الشبكة نحطو على شي حاجة تقيلة باش ما يخرج الناش تطلغ الدالية عاوثيني كيكون خرج ليفكرشو انا هنا ياراني درت له واحد شوية لقصبور عطيتو شوية لقصبور ومعدنو ستتورو ينيني الأبغا يياكلو ينيني ما يبقاش 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 يياكل شي حاجة وصافية وانا المصار مدينو ما يجيوش فيهم ذاك شي بنا يخرجهم ذاك شي اللي كيكون واكلوا يعني آآ لغضاء في الصبح جيت عاوثيني لنيز غسلتو مزيان وحيد منو ذاك شي أرطيتو الشبكة حتى اللاشية عاوضا راه اللاشية يعني يومين وانا كانديلو هالطريق يعني ما كيبقى اش داكشي اللي فمصاند القيام باش مكيجيش ميكيطايبو كيجي يمزفر بزة وك تلق زفرا كارجع نخسلوه انا راني خصلتوه قريبان شي ربعة للمرات و انا كنخسلوه يعني كل ما تخسلوه ماتملوش منو يعني كتتسحكو وتخصلوه وتعاودو وتعاودو انا قريبان انا قريبان عدو يعني كيكون لازق فيه ذاك شي ذاك رواسط ديالو باش مرك يكون في الحجر رقيق يابس فيه انها بالخصالة وتعود 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 كي بقى يحيد منه ذاك شي ما كي بقاش انا بيبوش مزيان بزا 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 من الناس اللي كي بغيوه انه موفيد بزا فاد البرد بدك للأعشاب ديالو موفيد وكي جيزوين العشاق البيبوش نحن نخسله عبود ثانية مزيان حقيته وخسلته ينرى الواحد مي مي ملش من نخصيد البيبوش كما ما قد خسله يلا كان احسن لا كان احسن زا ما كتشوفوا يعني هذي هارا الرابعة كنخصله يعني هارا كنخصلته جوش في جوش في جوش وده برا يعني البعض المرض يعني باش يتنقام زيان باش مي نكون كنشرب الماء ديالو ولا شي حاجر ما يجينيش حاجر فم ماي ولا شي حاجر يعني كي يكون مقايم زيان هو تميك تخسلها كارا ها براس هو كي خبالكم اللي حي كي خرج وكي يبان نوريكم طريقة كيفاش كي نعرفو اللي حي ما طيبش حاجة لكن تميزة ما خرجتش هنا هي صافي باركة عليه ما انزيتش حتى شبكة يقطر من بعد كنردو لهاد البانيون كنخليه يخرج هو مجرد قصص لي وسعودي سعودي كي بدي يخرج انا هنا كنكون ديجا عديت آآ يعني تنجر كوكوت يعني طيب فيها البيبوش وكنخليه يسخون اوه كي بدي يخرج وكندير فيها تل ملحة نخليه يخرج باش بدك سعية انا نهز ايه اللي خارجه ايه اللي عندي نهزه ونديره في الكوكوت يعني ما خرجتش ما نديرهاش وانتم هكا تشوفو لمنظر ديلو كي يكون هكا خارج رائع الحلزون ناره المادية بيبدك يسخن انا كندلو تقريبا نحط معلقة ديال ديال افن ديال ملحة بشي طيب مالح ما يطيبش مسوس انا ما ندلوش انا اللي عشوب دا بديلو ابدا عندي نديرو ايه هو والماء وحت شوية الزيت هنا هنا كنهز اللي حية كنهزه وكنديرها في الماء هكاك ما كترجش دخل كسبقة هكاك خارج كيجي خارج مكيجي داخل داخل كسبقة تستمر على طريقة هكا يعني كتززيل بيبوش انتم كتشوفو في المكي خارج كتززيل بيبوش اللي باين خارجة يلي كتززوها وقديروها في الكوكو ديالكم باش ما كيجي الواحد ياكلو كيجي هباين كيجيش داخل ما كيكتشوفو انا كنهزي هديك اللي خارج هنا من بعد ما دي ندير كلش عاد نديرو نديرو في هاد الكوكوت عاد نشوف هما هادو ما خرجوا ليش غالبتهم هكا كانت سنهم يخرجوا هما بانو كيخرجون كنهزهم وكل لحو في الكوكوت عادو كلي خارجين اللي يباينين اللي ما باينيش ما عنديرو همش يعني صيبان بانهم حيين عادو وقع ما خرجوش يعني تنام شويش يبانو ما بنوليش عادو ردهم اللما بدارتهم اللما اذا نخسلهم هاكا ندخل فيهم اللما ونشوف واش هادات خرج ليش حاج لان هو لادارت سيلون ما كيخرج يعني لو كان حي راعدي يخرج ما كانش حي ما عاداش يخرج كاسعيات خسلية وتعادة ما عاداش يخرج لك هناك نتسنهم انهم يبانو لي باش نوريكم كيفاش يعني الطريقة كيفاش تعرفو ما بين اللي حيين مع اللي ميتين ما ما عايشينش هناك تكون الطنجة ديالي بداس كدير للرغوة كنحيضها من خليش هادا الرغوة ديك المادة اللي زيجة ديال بيبوش ويليك اطلع من حيضها من احسن ما تخليوهاش حيضوها انا هنا ما كنديرش ابدا العطرية ديال بيبوش ما كنديرهاش فاطيابها اللوغل حتى كيطاب للبيبوش بان العشوب تنستفدو منهم يكون باقي ان يعني ما تكونوش طيبين يعني العشوب من الاحسن تستفدو منهم ما يخصوش يكونو طيبين لان مجرد حتيها كيغليش شويش صافي بارا كاليغ كتستمنيدا برايك نحيضو الرغوة ديالو انتو ما كتشوفو كيجاي باين لما يكر لاخر وش خرجتلي ولا مخرجوا لي الشاي بانتو احدا انها خرجت هادي نهزها وبلحف الكوكوت هنا ايه كنشوفو مش كيخرجو لما خرجينش هايا وحدا يابانت خارجا سايا كنشوفو نديرها في الكوكوت بالتالي هادي نحطوهم قعف وقر رخاما ومتلنا انهم يخرجو كنقل ما نعرض سيناهم يخرجو يدركو مكاك ويبدأ تحدا كتخارج يعني الاخرين ما خرجو شقعة او ثانية هي بدا تكتلق الرغوة تنحيدك الرغوة يعني ديك المادة اللازيجة اللي كتطلق ما نخليها شكون ما كانت كتطلق نحيدها كانت حسن ان العافية سيروا معها مهيلة ما سكونش العافية مجهدة اللي هادرتوا العافية مجهدة كسب قد تسير يفض كمشي مع العافية هي مهيلة انا جاهدت للعافية شكي دارت انا هاد من نقص لكم العافية شكي هادت سابط العافية ان العافية سكون مهيلة كان حسن وتخلي ودك المادة كتخرج الرأسها انظروا ما كتشوفوا يجربوا هالطريقة وعتنجح معاكم يعني خطوة بخطوة كانش انت بعدي هالكوكوت يعني باش تطيب لي جاني كسب انا تفكرت باني ما درتش تزيد ودرجة ندير انتم ما كتشوفوا معا القا تبيرا دية زيز شوية اي باش ناف الكوكوت ميفيد ليش مع العافية مصاشكم جادة بساف شوية وصافي يعني قليلة شوية مش قليلة بزول كمية شوية وكانش دعلي الكوكوت ماش تطيب هنا العشوب مشيت عند العشوب خديت العشوب خديت تقريبا كيلو خديت تقريبا خمسة درهم العشوب ديال بيبوش يوم هاتش هي عطا في الكامون الصوفي كامون يعني اسميتو الكامون هكاك يعني زعتر هنا القشور ديال الرمان الناس كان جبير دي عرق السوس كان عطاني ثلاثة وحيت واحد مكرمباشي جي حلو المرقة جي حلوة حيت سوحدة خليتها الورق سيدناموسا السودانية هنا عندي فاش نديرهم كنديرهم في هات الفاصمة او شي ترى يني تكون عندكم يني ديال حياتي لما تفرط ليش هترى ديال حياتي اخذت الفاصمة ديرتها ندير فيها العشوب كاملين انا ما كنديرش هات العشوب نيش عن في الكوكوت يعني كيبقى للمرقة كدجي في هات العشوب ما كدجيش عطكة تصفي وهذا انا كنفض نديرهم هكا هنا وكيطلقوا هم اللي ليهم وصافيو كيبقوا مجموعين ما كي ما كيتخلش دك بيبوش مع العشوب كنفضلوا يكونوا هكا كان احسن واجربوا هات طريقة منعدي تلقاوها افضل منك هتلوح العشوب مع بيبوش ما كيجيوش مزيانين انا ايدي ارتف هاد الفاصمة وخادي نخليها من بعد حتى كيطاب لي بيبوش ديري كنحسن به طابم زيان بعدها ندير هاد الكميميسة في الكوكو الدياري من بعد ما طاب لي بيبوش كيكتشوفو طاب هنهزد الكموسة باش عرفوه وش طاب له ما طابش كتززو حضا وعدي تحيدو منها ذاك البيبوش وعدو قلقاتوه في طاب صافر طاب لقاتوه باقي وش عقفلو عليه الكوكوكو ونهن عياد قريبا واحدة ساعة وشو وربعة كنطاب البيبوش في الكوكوكو يعني كندير كنخليه ايه كيغلي شويش صافي باركة ما كنخليش ذاك العشوب بسا وهكي كيجي طبق النهائي دي البيبوش كيجي رائع بسا بسا فانتمنى انكم تجربوه كيجي رائع بسا فانا ما كنفدرش ذاك الحلوات دي الارق السوس كنديرلو ايش و ايش كيجي يجبني يكون معلح اللي كيبو على الحلوات دي الارق السوس يدير الارق السوس بساعد فكاكا تجي نتمنى بساحتكم وراحتكم انتمنى انكم تديرو ليجي مشتراك وتفعلو جرس باش ووصلكم اي جديد اشتركوا في القناة